شبتن زيادة يعني لو هنبتدي بلعبة كمال الأكسام ازاي كل الناس بتبقى شايفاها ان هي لعبة سهلة او فيها نوع من انواع للشو ولكن البطل بيطعب جدا عشان في الاخر يوصل للشكل ده اكتر ما بتتصوري بيطعب لانه اللعبة هاي دي فيها التزام كتير فيها صبر اول ما الشخص بدو يبلش الرياضة بيقول انا بدي اعمل بدي زبط جسم شوي بدي بس لحتى يكون اللبس حلو معناه بيصير بدو اكتر و اكتر و اكتر بس بدو يها بالطريق السريع وهي اللعبة بدو صبر جدا بدو تغذية اساسها هي التغذية اساسها الالتزام وهي دي مشكلة اكتر الناس ما بيلتزموا فالالتزام هو اهم اهم شيء ليسير حالا بطل غير موضوع التغذية موضوع التمرين موضوع تنظيم الوقت موضوع الـ positivity قديه ومصدق حاله حيصير بطل وقدي حيشتغل للموضوع فهي دي المشكلة عند اكتر الناس فبيستسلموا بنص الطريق او لانه ما بيوصل عليها بيقول موضوع مش منيح ما بدي ايها يعني قابل كل حاجة هي بتبتدي من هنا بالظبط الـ order بالظبط انا بقول لنفسي شو بدي اعمل شو الهدف تبعي بقول لنفسي وبعمل خط deadline انا بدي اوصل لهذا الهدف وبشتغل علي بس الموضوع اكتر ما بتتصور ايه علاقة بالدماغ اكتر ما انه رياضة اكتر ما انه التزام بالاكل اكتر ادي انا بدي و ادي انا واسق بحالي بدي اقدر تلصلي طيب بدأتي امت كمال الاكسام تقريبا انا كل حياتي بتمرن يعني انا تقريبا كل عمري يعني من انا وعمر امكين 12-13 سنة بركت بالمدرسة سبقات الحمد الله دايما بعمل نتيجة ولا مرة اول بس حسنت مش لعبتي لعبت باسكتبول من بعدها بعد منها كاراتي احترفت الكاراتي عملت بطل الحمد الله اكتر من خمس سنين في لبنان من بعد انا قلت طوعت بالجيش كنت بالقوات الخاصة يعني بالمصر بسموها الدفاضع البشرية كمان كلها رياضة واثيل فيعني تقريبا كل حياتي عم تمرن تركت الجيش كنت عم مكمل درس وبلشت كمال اشتين خدت قرر ازاي الفكرة جات ازاي ده قلك الفكرة الفكرة انه انا اساسا غير اني بالقوات الخاصة انا كاراتي فكلاعب كاراتي بطلعه واحد ضعيف ما بيحسوا بيعطوق ما بيعطوقوا اهتمام انه انت ضعيف يعني ما بتقدر تعمل شي فكيا بدي اعمل شوية سايز ده حتى الناس تحس انه ها شوية في عندك سايز شوية بالناس الى كهايبة اكتر وبلشت القصة بالرياضة شوي وانا بالتزم كتير الحمد الله يعني غير انه انا حياتي كل رياضة الجيش بعلم الالتزام كتير فصرت ملتزم جدا جدا بالتمرين لحد ما تعلمت التغذية لما تعلمت التغذية صرت محترف لانه اللعبة هايدي اساسة تغذية مش اساسة تمرينو هورمونات تغذية لانه هي حياتنا كلها نحنا نتمرن ساعة بالنهار او ساعة ونص بس عنا 23 ساعة فيها تغذية شو عم ناكل يو ار وات يو ايت والناس فيه ناس بتقول المعدة او الابز سيكس باك او مياد اند الكتشن هايدي اشي مصنوعة بالمطبخ حسن انش بتاكلي مش حسن قدير بتتمرني لانه ستمرن ساعة وما في جسم اكتر من هيك يتمرن اكيد فالموضوع انا التزام وتقريبا اخر خمس سنين بلشت بطولات يعني لما لقيت حالي انا محترف جدا باللعب الكل عمي الليلة مش ما بتشارك البطولات فرحت لعند رئيس الاتحاد قلت له انا بدي دي بدي سافر